كورونا إذن يواصل الانتشار ويصل هذه المرة إلى دولة الإمارات العربية وتايوان والصين تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا إذن أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد كما أعلنت تايوان عن أول حالة إصابة بالفيروس المميد ووسعت ألمانيا إجراءات استجابتها للفيروس كما أعلنت الصين ارتفاع حصيلة الوفيات والمصابين حتى لحظة تسجيل هذا التقرير أودى المرض بحياة 132 شخصا وأصاب 6000 شخص خصوصا في وهان ومحيطها كما انتشر الفيروس في 31 إقليم وأكدت وزارة الصحة الإماراتية تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة أوهان وكان مركز أبوظبي للصحة العامة أكد أنه لا توجد أي حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد داخل الدولة إلا أنها أعلنت اليوم وجود أول إصابة في الإمارات وكان المركز قد عمم في وقت سابق الدليل الإرشادي لفيروس كورونا الجديد لكافة مزودي الرعاية الطبية في أبوظبي من جانبها طلبت هيئة الصحة بدبي من ممارسي الرعاية الصحية أن يتم إجراء الاختبارات المعملية للفيروس الجديد كورونا في المختبر الوطني المعتمد فقط وعليه يتم إرسال العينات المشتبه بها في إمارة دبي إلى مختبرات الهيئة ويتم إجراء الاختبار لتأكيد الحالات المشتبهة والمخالطين والحالات المؤكدة وأوجبت الهيئة على ممارسي الرعاية الصحية الإبلاغ بشكل فوري وعاجل عن كل الحالات المشتبه بها أو المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى قسم الطب الوقائي من خلال جميع وسائل التبليغ وفي الوقت الذي ينتشر فيه هذا المرض اتفقت الصين ومنظمة الصحة العالمية على أن الخبراء سيعملون مع زملائهم الصينيين على تحسين فهم المرض بهدف توحيد الجهود للتوصل إلى رد عالمي وفق ما أكدت المنظمة في بيان ويأتي ذلك بعد لقاءات جمعت الرئيس الصيني والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ووصف الرئيس الصيني فيروس كورونا الجديد بالشيطان وقال إن بلاده واثقة من الانتصار عليه في هذه المعركة القاسية وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن وقفة فش الفيروس في الصين والعالم هو الأولوية القصوى لمنظمة الصحة العالمية مرحبا بجدية عمل الصين في احتوائه كما قالت منظمة الصحة العالمية إنها لا توصي بإجلاء الرعاية من الصين ودعت المجتمع الدولي إلى التزام الهدوء وعدم المبالغة في رد الفعل وقد يصل انتشار فيروس كورونا المستجد إلى ذروته خلال أسبوع أو عشرة أيام قبل أن ينحصر وفق ما أعلن عالم صيني لوكالة أنباء رسمية ومع ذلك اعتبر جونج نانشان أحد أبرز الخبراء الصينيين في الأمراض التنفسية أن المرضى لن يتسع بشكل كبير ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية قوله إن من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بموعد بلوغ المرض ذروة انتشاره لكن يجب أن يحصل ذلك خلال نحو أسبوع أو عشرة أيام وفي هذا الصدد ومنعا لانتشار كورونا عدد من الدول أعلنت حالة الطوارئ فها هي ماليزيا تتخذ إجراءات تدبيرية احترازية لمنع انتشار أو وصول كورونا وإجراءات مشددة في العراق لمنع دخول هذا الفيروس إلى الأراضي العراقية كما أن الصين تحاول جاهدة احتواء هذه الأزمة التي بات من الواضح أنها أزمة كبيرة تعصف بالصين وباقتصادها وبأهلها وبسكانها وبحكومتها كانت وهان مركز تفشي فيروس كورونا أول مدينة في البلاد تخضع للحجر الصحي لكم أن تتخيلوا المشهد اتخذت الصين عدة إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس المعدي منها إجلاء ملايين المقيمين لتتحول وهان إلى مدينة أشباح حقيقية أظهرت لقطات فيديو صورت على طول الطريق السريع في المدينة التي كانت تشهد اختناقات مرورية أظهرت الشوارع وقد تحولت إلى ميادينة فارغة تبدو خالية تماما من أي علامات للحياة إذ لا تكاد ترى فيها أي مركبة أو أي شخص وصور الفيديو الصحفي الهولندي لين فيرفايك ونشره عبر الإنترنت وتداولته مختلف الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي والمشهد مذهل للغاية انهيار أطباء وتمريض ومستشفيات في الصين أثناء مكافحة هذا العلاج وبسبب فيروس كورونا إلغاء كأس العالم للتزلج بالصين أما المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية فقد أعلن أن الرئيس الروسي يعقد اجتماعا مهما حول الوقاية من فيروس كورونا وفي المملكة العربية السعودية حال من التذبذب في رحلات العمرة بسبب فيروس كورونا وإسرائيل لا تستبعد وصول هذا الفيروس إليها وتعلن أنها على أهبة الاستعداد في ظل الحديث عن استعانة الصين بروسيا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا أما تركيا فقد أجلت رعاياها من مدينة وهان الصينية بسبب انتشار الفيروس وقد تم افتتاح أول مستشفى لعلاج مصابي كورونا الجديد بالقرب من مدينة وهان وسط الصين وذلك بعد يومين فقط من بدء عمليات البناء لتحويل مبنى فارغ إلى مرفق صحي أما في كوريا الجنوبية فقد أعلنت الدولة أنها تتكفل بتكاليف علاج مواطنيها بفيروس كورونا إنها أزمة عالمية لا يعرف أحد متى ستنتهي وكيف ستنتهي شاركونا بأرائكم في التعليقات شكرا للمشاهدة